تعيش سوريا ذروة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا ارتفاع عدد الإصابات من دون انخفاض نعكس على زيادة نسبة إشغال أقسام العناية المشددة في بعض المحافظات بنسبة 100% مما تطلب نقل بعض الحالات من محافظة إلى أخرى في سوريا داخلين بزروة الرابعة الزروة الرابعة بدأت بأواخر شهر أب استمرت بالصعود من حوالي تقريبا أسبوعين استقر المنحني تسطح المنحني وتسطح صلوا حوالي أسبوعين ولكن لم ينخفض نتأمل أنه بعد هذا التسطح يجي مرحلة الانخفاض المرضى رغم زيادة العدد المشافي سايرة المنحني الوبائي زادت أماكن الاستقبال سواء بالإصعاف سواء بالغرف العزل بالعناية المركزة وأمام انتشار الوباء يبقى الإقبال خجولا على تلقي اللقاح حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل أكثر من ثلاثمائة وتسعين ألف شخص بينما وصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى أكثر من خمسمائة وأربعين ألفا على أن يتم تقديم الجرعة الثانية لهم في الموعد المحدد حسب نوع كل اللقاح للأسف حتى الآن في عنا إقبال ضعيف على موضوع اللقاح نحن يفترض نوصل لنسبة تاتية 20% من مجموعة السكان حتى نهاية العام طبعا نحن حاليا لساعتنا موصلنا لهذه النسبة لكن بالنسبة لنا اللقاحات متوفرة آمنة في عنا عدة أنواع من اللقاحات جميع هذه اللقاحات هي آمنة ومعتمدة إما من وظم الصحة العالمية أو مسجلة أصولا من وزارة الصحة واللقاح المتوفرة طبعا هو اللقاح الجيد لأننا هدفنا أولا وآخرا نحمي حاننا ونحمي مجتمعنا من الإصابة بوباء أو بمرض الكورونا وزارة الصحة تعمل على زيادة المراكز الصحية والمشافي التي تقدم اللقاح لتصل إلى أكثر من 970 مركزا ومشفى إضافة إلى تخصيص 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية في جميع المحافظات بحسب القائمين على الوضع الوبائي في سوريا فإن أرقام الإصابات بفيروس كورونا مرشحة للزيادة بسبب قلة التقييد بالإجراءات الاحترازية وضعف الإقبال على تلقي اللقاح حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حاجز 40 ألف إصابة حتى الآن جوليا عوض دمشق المملكة